أكد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة حريصة كل الحرص على سلامة المدنيين والأهالي في الفلوجة ولن تسمح بأي تجاوز على أرواحهم أو ممتلكاتهم الحديثي وفي إجازه الصحفي اليوم قال إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر توجيهات مشددة بحماية المدنيين وتوفير الممرات والملاذات الآمنة لهم وعن تصريحات أوس الخفاجي بشأن معركة الفلوجة أوضح الحديثي أن الخفاجي لا يمثل الحجر الشعبية الذي يرتبط برئاسة الوزراء وهو غير متواجد أصلا في قواطع القتال في الفلوجة توجيهات مشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي إلى كل القطعات العسكرية المشاركة في عملية التحرير بشتى صنوفها وإلى جميع المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة بحماية المدنيين وتوفير الممرات والملاذات الآمنة لهم وتأمين احتياجاتهم الإغاثية الأساسية والتعامل معهم بكل احترام والحرص على حياتهم وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند دخول المدينة لضمان تجنيب المدنيين مخاطر نيران القوات المحررة ونؤكد أن من جاء لتحرير مدينة الفلوجة وتخليص أهلها من الإرهاب لا يمكن أن يلحق ضرراً بالمدنيين الأبرياء أن أوس الخفاجي الذي ظهر في إحدى اللقاءات التلفزيونية الذي بثه من بعض القدوات العربية والعراقية لا يمثل الحشد الشعبي الذي يرتبط برئاس الوزراء وهو غير متواجد أصلاً في قواطع القتال في الفلوجة شكراً للمشاهدة